السلام عليكم ورحمة الله معكم أحمد عيد العالم كله حيبدأ بالفترة اللي جاية دي يتخلى عن الدولار عندنا خبر هنا ان مصر هتشتري سندات في الخزانة الصينية بمبلغ نص مليار دولار يعني احنا دلوقتي حيبى عندنا سندات بليوان الصيني طبعا دي بداية بالتخلى عن الدولار لان انت مش عاوز تحت رحمة الدولار لان الدولار لو رفع زي الأمريكا ما عاملة رفعت الفايدة الأمريكية عندها البنك الفيدرالي رفع الفايدة فكده انت مضطر لو انت عندك كل الإزونات الخزانة عندك كلها دولارات فانت مضطر انت ترفع الفايدة عندك برضو فانت لما يبقى عندك دولار ويوان وروبل طبعا لما امريكا ترفع وطبعا الصين ما رفعتش والروسيا ما رفعتش فانت مش مضطر ترفع الفايدة عندك فده يعتبر بداية التخلي عن الدولار عالميا ومصر خالت خطوة وطبعا ده برضو بشجعلك الاستثمار في بلدك يعني دلوقتي لو فيه أي مستثمر صيني جاي يستثمر عندك في البلد مش مضطر انه هو يجي استثمر بالدولار مش مضطر انه هو يجي يديلك دولار لأ هو دلوقتي هيديلك يوان فطبعا ده هيشجع الاستثمار في مصر استثمار الصيني بالذات يعني ان الصين دي دولة كبيرة دولة كسرة دخل على مليار ونص فطبعاً فيه رجال أعمال زي ما تقول بقى فيه رجال أعمال حتان أكيد يعني في الصين فده كله هيشجع عندك الاستثمارات الصينية في البلد أن أنت تبدأ تتخلى عن الدولار تدريجياً ودي بداية يعني أول حاجة أذنات بمبلغ نصف مليار دولار يعني مصر هتفتح سندات بليوان الصيني بمبلغ نصف مليار دولار فدي بداية طبعاً أكيد كمان فترة قريبة مش بعيدة هنبدأ برضو الروبل الروسي هنبدأ برضو هتلاقي فيه أذنات بتتطرح في الخزانة المصرية بالروبل الروسي ومصر مش يعني مش عاوزة تعمل كده دلوقتي علشان طبعاً القلق اللي حاصل في العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية فمصر مش عاوزة تقول إحنا بندعم روسيا كده عيني عينك لا هي الخطوة الأولى إن إحنا نبدأ بليوان ودي طبعاً هتلاقي الاتجاه ده مش اتجاه مصري بس ده هتلاقيه اتجاه مصري سعودي إماراتي من الثلاث دول دول أي قرار بياخدوه بياخدوه مع بعض كلهم فهتبدأ ده بداية انهيار الدولار عالمياً وده اللي احنا عاوزينه طبعاً إن إحنا ما تبقاش عمرتنا كلها أو ما يبقاش اقتصادك كله مبني على العملة العملة دي رفعت فأنت مضطر أن ترفع الفايدة عندك في بلدك فده حاجة كويسة جداً أن مصر تخدم الاقتصاد المصري على المدى القريب مش المدى البعيد حتى فدي خطوة كويسة طبعاً مع طبعاً أنت المستثمرين جايين استثمروا في مصر حتلاقي بعد كده مستثمرين سنين جايين استثمروا في مصر ليها جيش قوي بيحميها فربنا يحفظ مصر طبعاً ويحفظ العرب كلهم طبعاً عندنا أخبار برضو عن الحرب الروسية الأوكرانية النهاردة فنلندا أعلنت الانضمام للناتو قدمت طلب انضمامها للناتو طبعاً كان فيه مبارح مكالمة بين الرئيس الفنلندي والرئيس الروسي كان مش عارف ايه يعني لازمة المكالمة دي بس الرئيس الفنلندي بيارد أو بيتكلم مع الرئيس الروسي بيقوله ان احنا هننضم للحلف الشمال الأطلسي الناتو اللي كان بالمقابل كل الصحف كان بتقولك ان بوتين كان رده بقوله ان ده خطأ كبير ان ده يحصل فهل هنشوف حرب بين روسيا وبين فنلندا أنا على المستوى الشخصي ما بركحش الحرب دي او ما اعتقدش ان الحرب دي ممكن تقوم لان روسيا يعني ما اعتقدش ان هي هتقدر تفتحها نفسها جبهتين جبهة في أوكرانيا اللي هي لسه أصلاً يعني كلام بجد كده روسيا مش سالكانة قوي في أوكرانيا وفمش هتقدر تفتح حرب جديدة مع فنلندا لان كده انت هتحارب الناتو كله بقى يعني فنلندا هتلاقي السويد كمان بتنضم كمان قريب هتلاقيه بتقدم طلبه بتنضم ليه في الناتو فالموضوع بصراحة روسي روسيا يعني بتتحارب حرب كبيرة جداً من العالم الغربي فيعني دي حنشوف في الايام اللي جاي ايه اللي هيحصل بس يعني روسيا سيطرة دلوقتي يعني انا هعرض لكم خريطة اهي دي الأماكن اللي روسيا مسيطرة عليها حالياً في أوكرانيا وفي مدينة اسمها خيرسون خيرسون دي روسيا سيطرت عليها بالكامل وعملت كمان خلاص يعني استفتة ان هي انضمام لروسيا وتم انضمامها لروسيا وبتعاملوا دلوقتي بالعملة الروسية الروبل في المدينة دي فخلاص بقت مدينة روسية رسمي طبعا روسيا دي حاجة جمدة جداً برضو اي حتة تخش تخدها كلا تقولك هنعمل استفتاء وطبعا استفتاء نتيجته معروفة وتنضم على طول يلا خدوا ضم خدوا ضم الاتحاد الروسي دي يقولك ان الرئيس فلاديمير بوتين فعلا الراجل ده بيحلم ان هو يرجع الامبراطورية الروسية الاتحاد السوفيتي اللي الراجل ده كان معاصر الوقت ده فطبعا لسه الموضوع في دماغه ما قالك انا عاوز احقق او اصحح الخطأ اللي حصل سنة 1991 بتفكك الاتحاد الروسي او بتفكك الاتحاد السوفيتي فالرجل ده طبعا يعني هو ناوي على كده فعلشان كده فلندا اول ما شايفت الموضوع ده بيحصل احنا بنتابع تطورات والموضوع بالنسبة لنا بقى مقلق جدا بسبب الحرب الاوكرانية دي طول عمرها فلندا والسويد دول محايدة ولا احنا تبع روسيا ولا احنا تبع الغرب فاحنا دول محايدة بعد الحرب دي الشعب فيه سفتاء شعبي فيه فلندا فمعظم اراء للسفتاء بتقولك ان احنا مؤيدين انضمام لحلف شمال اطلاسي الناتو فيعني ده يعني هو اصلا فلندا وروسيا جيران مش حبايب يعني مثلا زي ما تقول السعودية وايران جيران مش حبايب فبعد الحرب دي قالتلك لا احنا نخاف عن نفسنا وروسيا مش هتقدر تعمل لنا حاجة لان هي غرزة في اوكرانيا فاحنا نستغل الفرصة وننضم لناتو وبالفعل يعني كده الناتو وحيبق على حدود روسيا روسيا طبعا هددت قالتلك لا يعني دي خطوة يعني احنا هيبقى ردنا عليها رد قوي جدا ما نعرفش اللي هيحصل ممكن بالزاد لو هددو فلندا ان انتو لو نشرتوا صواريخ على حدودنا احنا ممكن الموضوع يتطور لي حاجات لا يحمد عقباها فيعني الموضوع بيتطور كل يوم بالحرب الروسية الاوكرانية روسيا لحد النهاردة لسه ما اعلنتش الحرب الكبرى على اوكرانيا ما اعلنتش لحد الوقتي قاعدة بتأزأز لسه ما اعلنش الحرب بس عاملين برضو على ارض الواقع لا هم بحربوا الارض الواقع روسيا بتحارب بالفعل بدليل ان كل يومين ثلاثة بيسيطروا على مدينة فروسيا على الارض الواقع بتحارب بس الحرب الشاملة اللي هو يلا كله الجيش كله بيضرب لا دي ميليشيات او زي ما تقول فرق ماشية بتستحوز بتحارب الفرق دي هي اللي بتحارب اما حرب شاملة بالجيش الروسي كله يعني روسيا دلوقتي حجدا 75% من قوتها على حدود اوكرانيا يعني في قليم دونباس وماريوبول وطبعا خيرسون اللي سيطروا عليها اللي هم عاملينها دلوقتي مركز القيادة فيها يعني ده كله روسيا حجدا 75% من قوتها المسلحة علشان ياخدوا القرار مرة واحدة اعلان الحرب بالكامل على اوكرانيا بس هم مش عاوزين ياخدوا قرار زي ده غير لما يكون دارسين الموقف مية في المية لان هم الشعب الروسي مش هيسمح تاني ان هم يخسروا زي المرحلة الاولى لما حبوا يحتلوا العاصمة كييف للأسف يعني ما يدروش يحتلوها فالشعب الروسي مش متقبل تاني ان هم يدخلوا حرب جديدة او مش حرب جديدة يدخلوا مرحلة جديدة في الحرب ويخسروها تاني ساعتها كده انت بتهدد قوة روسيا قوة روسيا فعلا اللي تهزت على نظر العالم كله ما يعرفوش ياخدوا دولة حدودية يعني انت مش رايح تاخدوا دولة بعيدة عنك انت رايح تاخد دولة جنبك انت متقدرش تسيطر عليها من ان شاء من 24-22 24 فبراير لحد النهاردة داخلين في الثلاث شهور فاضلي خلاصي اسبوع ونكمل ثلاث شهور فانت لحد النهاردة ما عرفتش تنهي الحرب بل مصلحتك لا لسه لسه فيه عندك اهو فنلندا فنلندا على حدودك هتنضم للنيتو انت هتعمل ايه؟ يعني انت كنت بتحارب اوكرانيا علشان ما تنضمش للنيتو عشان هي على حدودك طبعا الحدود الروسية الاوكرانية اكبر بكتير من الحدود الروسية الفنلندية بس برضو اه دولتين اهم هيهربوا منك فانت قدام الشعب الروسي انت كده خسران خسران بانضمام فنلندا والسويد اهم لو لا الحرب فنلندا والسويد ما كانوش هينضموا الانتحاد النيتو فعندك اهو حاربت اوكرانيا ومعرفتش سيطر في اوكرانيا ايه اللي حصل عندك دولتين على حدودك برضو انضموا للنيتو طب انت هتعمل ايه هتروح تحاربهم لا ما اعتقدش انهم هيقدر يحارب او يفتحها نفسه جابها او جاباتين كمان فا ايه اللي حيحصل الله اعلم بس احنا مكملين تغطية على الحرب او تغطية على اي مواضيع سياسية او اي حاجة بتخصنا بس انا مواضيع شغلة بال السوشيال ميديا عموما انا بحاول اتكلم وبحاول اوصل لكم المعلومة بطريقة ظريفة شوية او خفيفة معرفش انا ناجح في كده ولا بس المشاهدات بتقولك انا مش ناجح يعني بس عموما انا حابب اتكلم ولو عجبك الفيديو اريد تعمل لايك وسبسكرايب وتشجعني انا افضل اقدم اي محتوى مفيد يلا مع السلام